السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مادة اللغة العربية للمستوى الثانية إعدادي النص الشعري موكب العلم على بركة الله موكب العلم موكب يخطر في مشيته كغذال يتهدى في خفر زف أهل الأرض فيه للسماء غداة هيثأ من صنع البشر أبت العيش بأرض فسمت لفضاء تقتفي منه الأثر تتقص غاية الكون الذي ظلم جهولا وتستجل الخبر إنها الساروخ ما أدركه حدث العسر وسر قد بهر عجبا لقوم ضجوا وادعوا أنه محظو هراء وهدر قل لهم قل لهم هيا انظروا وارتقبوا عن قريب يكشف العلم الخبر وتدوي في الفضاء آياته تحمل الناس إلى زطح القمر إن يكن فضل فللعلم الذي مزق الحجب ونادى لسفر أو يكن فخر عزوناه لمن سخروا العلم لأغراض البشر يا رجال العلم عزت أمة أصبحت بالعلم تزهو وتسر ليس للعلم حدود لا ولا وطن قد حده بحر وبر إنه حق مشاع بيننا قد تساوى فيه أبناء البشر يا رجال العلم من واجبكم أن يكون العلم ذرءا للخطر فيؤدي في الورى غاياته ويواخي بين عجم ومدر أتعرف الشاعر هو عبد العزيز بن عبد الله المعروف بأحمد البرقادي من أسرة محافظة مشهورة بالعلم والدين عمل أستاذا بكلية الأدب بالرباط وبدار الحديث الحسنية وعضوا بأكاديمية المملكة المغربية من مؤلفاته شعراء الريف في تاريخ المغرب اكتشف الناس أولا ما دللت العنوان بالنسبة لك العنوان عبارة عن مركب إضافي يتكون من كلمتين تدل الأولى على جماعة من الناس والتانية على العلم ثانيا هل له علاقة بموضوع القصيدة؟ نعم له علاقة بموضوع القصيدة حيث أن هناك علاقة ترابط وتكامل حيث أن بداية العنوان هي وصف لموكب العلم ونهايته تشير إلى بعض فوائد العلم والتي تتجلى في تحقيق الغايات ثالثا لمن يواجه الشاعر الخطاب في هذا النص؟ يواجه الشاعر الخطاب في هذا النص للمتلقي رابعا ما هو الحرف الذي تنتهي به أبيات القصيدة؟ بماذا يصطلح عليه؟ الحرف الذي ينتهي به أبيات القصيدة وهو حرف الراء يصطلح عليه الروي المعجم يخطر يتهادف مشيته بتؤدة وإعجاب خفر حياء غادة هيفاء فتاة حسناء تقتفي تتبع تتقصى تبلغ الغاية والجهد في البحث والاكتشاف بهر فاق غيره وتفوق عليه هراء كلام فاسد غير منتظم عزوناه من عز يعزو نسبناه ضرأ للخطر حماية منه مضر كناية عن العرب وهي قبيلة مشهولة تنتسب إلى مذر أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم الفهم أولا بما شبه الشاعر الموكب شبه الشاعر الموكب بالغزال ثانيا ما المقصود بالعروس المزفوفة وما أوصفها المقصود بالعروس المزفوفة وهي السواريخ أوصفها كالفتاة الحسناء والغزال الذي يمشي متميلا أعيد أوصفها كفتاة حسناء والغزال الذي يمشي متميلا ثالثا من هم الذين كذبوا هذا الفتح العلمي ولماذا الذين كذبوا هذا الفتح العلمي أولئك القوم الذين لم يصدقوا الإنجاز الباهر رابعا لمن يرجع الفضل في هذه الفتوحات العلمية وما هي جهودهم في ذلك يرجع الفضل في هذه الفتوحات العلمية إلى العلم والعلماء حيث يعنى بالإنجازات العلمية ومن بين تلك الإنجازات السواريخ خامسا بأي شيء تعتز الأمم والشعوب تعتز الأمم والشعوب بالعلم سديسا ما هو واجب العلماء بالنسبة لأمن البشرية وسلامتها أن يكون العلم داء للخطر وكذلك يؤاخي بين العجم والعرب لما فيه خير للبشرية أعيد أن يكون العلم داء للخطر وكذلك يؤاخي بين العجم والعرب لما فيه خير للبشرية التحليل أولا استهل الشاعر القصيدة بصورة غرائبية حدد الأبيات التي تكون هذه الصورة الأبيات التي تكون هذه الصورة وهي الأبيات من واحد إلى البيت الخامس ثانيا يرجع الشاعر الفضل للعلم والعلماء فيما وطلت إليه البشرية أذكر أو اذكر الأبيات التي تجسد ذلك الأبيات التي تجسد ذلك وهي الأبيات 12 إلى 15 ثالثا في البيت الثاني عشر استخدم الشاعر كلمتين متضادتين ماهما استخرجي من النص نماذج أخرى الكلمتين المتضادتين وهما بحر وبر ونماذج أخرى لدينا الحجب والسفر عزب القراءة صاحب النص الأستاذ أحمد البرقادي مصدر النص ديوان المواكب منشورات عالم الشباب نوعية نص قصيدة شعرية عمودية ذات بعد علمي حضاري مجال النص يندرج النص دمن المجال الحضاري ملاحظة مؤشرات النص العنوان مركب إضافي يتكون من كلمتين تدل الأولى منهما على جماعة من الناس السائرين في جو احتفالي بداية النص ونهايته نلاحظ في البداية وصفا لموكب العلم وتشبيهه بالغزال بينما النهاية تشير إلى بعض فوائد العلم والتي تتجلى في تحقيق الغايات والتآخي بين الناس الصورة تمثل مشهدا لساروخ في بداية انطلاقه فرضية القراءة بناء على المؤشرات الأولية للناس نفترض أن موضوعه ربما سيتحدث عن العلم والعلماء أو السواريخ القراءة التوجيهية الشرح اللغوي تستجلي تطلب التوضيح هذر كلام رديء لا يعبأ به تدوي يسمع له صوت شديد تزهو تفتخر مشاعن شائعن الورى الخلق المضمو العام للناس مدحو العلم والعلماء والتغني بالإنجازات العلمية الباهرة القراءة التحليلية المضامين الجزئية من البيت الأول إلى البيت الخامس وصف الشاعر لموكب العلم الذي حقق إنجازا عظيما وهو إرسال الساروخ إلى الفضاء من البيت السادس إلى البيت الثامن تعجبه من أولئك الذين لم يستطقوا هذا الإنجاز الباهر وإقناعهم بما سيصل إليه العلم مستقبلا من البيت التاسع إلى البيت الحادي عشر مدحو العلم والعلماء من البيت الثاني عشر إلى البيت الخامس عشر وصف العلم ودعوة العلماء لتسخيره لما فيه خير للبشرية القراءة التركيبية يمدح الشاعر أحمد البرقادي في هذه القصيدة العلم والعلماء حيث يتغنى بالإنجازات العلمية التي وصل إليها العلم ومن بين تلك الإنجازات السواريخ التي يشير إليه الشاعر في النص مشبها إياها كالفتاة الحسناء والغزال الذي يمشي متمايلا مبرزا في آخر النص دعوته للعلماء لتسخير العلم لما فيه خير للبشرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة